موسيقى أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة الذين استعرضوا لكم منه كالمعتاد أبرز التطورات التي ركزت عليها الصحافة الإلكترونية اليمنية والصحافة العربية الصادرة صباح اليوم والبداية من الصحافة الإلكترونية ومن موقع الموقع تحديدا وأهم ما جاء فيه من عنوين منخفض جوي جديد غرب بحر العرب سيؤثر على سقطرة وجنوب اليمن كما تناول الموقع تصريحات المبعوثة الأممي إسماعيل ولد الشيخ الذي قال دول التحالف العربي تشجع جهدنا دون تحفظ والروس أبلغوني أنهم لم يعترفوا إلا بحكومة هادي وفي عنوان آخر خلافات بين صالح والحوثيين حول تنفيذ القرار الأممي تناول الموقع تفاصيل وصول أول طائرة إماراتية تحمل مواد إغاثية منذ انطلاق عاصفة الحزم وجاء فيه استقبل مطار صنعاء الدولي أمس الأربعة طائرتين إرباز A310 كبيرة وبوينج B727 متوسط تحمل مساعدات إغاثية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة تحمل 75 طن من المساعدات الطبية وأضاف الموقع تعد هذه المرة الأولى التي تصل فيها طائرات إماراتية إلى مطار صنعاء منذ انطلاق العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في اليمن وأشار الموقع أن الطائرات تحوي على مساعدات طبية ومعدات جراحية وأدوية عبر الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات ضخمة في المناطق المحررة غير أن هذه المرة التي تقدم فيها بمساعدات إنسانية للمناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين نتحول إلى موقع مأرب بيريس ونطالع أهم ما جاء فيه من عنوين كمين المسلح يستهدف قيادين حوثي كبير بالحديدة واندلاع مواجهة عنيفة في بيحان مع تحليق مكثف لطيران التحالف وفي صنعاء محمد بن همام يتخذ حزمة من القرارات لإنقاذ الريال اليمنية وإلى أهم العنوين التي ركز الموقع على تفاصيلها عن المساعدات للمتضررين من إعصار شابل كشف الدكتور ناصر باعوم وزير الصحة العامة والسكان اليمني عن تنسيق يجري في الوقت الراهن مع قوات التحالف ودول مجلس التعاون وذلك لتسيير معدات ضخمة تساعد المسؤولين اليمنيين على الوصول إلى المناطق التي يوجد فيها مواطنون يمنيون عالقون نتيجة السيول التي تشهدها بعض المناطق نتيجة إعصار شابل ونقلت مصادر صحفية عن باعوم بالقول منذ مطلع الأسبوع الحالي شكلت لجنة خاصة للطوارئ بعد توجيه الرئيس اليمني بذلك وانشئت غرفة عمليات مركزية في اليمن وفي العاصم السعودي الرياض وأفاد بأن الجهات الحكومية أجلت عدداً كبيراً من السكان وهذا التحرك أسهم بدرجة كبيرة من تقليل الخسائر نشر موقع الوحدة وينيت مقالاً للكاتب الصحفي صلاح الساقلدي تحت عنوان انتصاراً للتاريخ والجغرافية وقال فيه لا أظن أن أحرق كنيسة القديس يوسف بعدن القديمة سيكون آخر ذلك الاستهداف ولا بيع معبد جين في ذات المدينة سيكون آخر ضحايا سماسرة التاريخ والأثار والهوية الجنوبية ولا تدمير مسجد سفيان التاريخي بلحج ومسجد الأحمدية بمديرية الشيخ عثمان وقبلهم بسنوات إحراق مسجد العيدروس بكريتر وأضعافاً مضاعفة حصلت لكثير من تراث وأثار حضر موت فقطورة هذه الأشياء لا تنحصر فقط بالخسارة المادية والتاريخية كقيمة إنسانية وكجزء من التراث الإنساني العالمي بل أن مثل هكذا سلوك يهدد النزيج الاجتماعي للمجتمع ويمزق خيوطه الواحدة والواحد ويشعل بالتالي قداحة الفتنة في قش الخلافات الفكرية والطائفية فمعظم النار من مستصغر الشرر قبل أيام قليلة اقتحمت عناصر فوضوية متطرفة ذات المبنى الإذاعة والتلفزيون بالعاصمة عدن مما أثر لدى الحريصين على تراث الجنوب وعدن الخوف من أن تقوم تلك الجماعات بإتلاف أو حرق أو متاجرة أو ما شابه ذلك من أشكال التصرف مما تبقى من وثائق ومواد قيمة لا تزالوا بالمكتبة وهنا نوجه كقول مرغوب وفعل مطلوب الدعوة لكل الخيرين ولكل من يعز عليه ماضي عدن وحاضرها ومستقبلها أن يستشعروا خطورة مثل هذه التصرفات ويستنفرون كل الجهود قولا وفعلا والتحرك للحفاظ على ما بقي في مخزون هذه المكتبات من ذاكرة تاريخية عريقة لا تقدر بثمن يتم تصفيتها منذ سنوات وحتى اليوم بأياد عابثة ولا تزال تقوم بهذا الدور جهات ومجموعات حمقى باقتحامات وابتزاز كثير من مرافق ومؤسسات عدن من جامعات وموانأ وبنوك ومؤسسات خدمية مختلفة في ظل صمت وتخاذل مهين ومخزن من الجميع تقريبا إلى موقع نيوز يمن نستعرض من صفحات الرئيسية العديد من العنوين والأخبار قيادات سياسية يمنية تدعو الأطراف للتجاوب مع جهود وقف إطلاق النار ورفع الحصار وإلى الشأن الاقتصادية البنك المركزي اليمني يعلن عن اتخاذه إجراءات بالتشاور مع القطاع المصرفي لتحقيق استقرار سعر صرف الريال وإلى مدينة تعز مؤسسة رعاية بتعز تناقش مع مجموعة من الإعلابيين كيفية تفعيل قضايا الجرحى تناول الموقع اتهامات الرئيس هادي لميليشيا الحوثي وجاء في تفاصيل الخبر جدد الرئيس عبد الرب منصر هادي اتهاماته لجماعة الحوثي بالسعي لإعادة نظام الإمامة الذي كان سائدا في شمال الشمال في شمال اليمن قبل 26 سبتمبر للعام 1962 وذكر الموقع أن اتهام هادي لجماعة الحوثيين والتي وصفها بالقوى الظلامية جاء خلال لقاء جماعه أمس الأربعاء في الرياض مع زعماء عشائر وقادة سياسيين بمحافظة البيضاء وأضاف الموقع عن الرئيس هادي بالقول أمام هذا الوضع الاستثنائي انتفض أبناء شعبنا اليمني في وجه تلك القوى الظلامية التي تحاول جر اليمن إلى ما قبل ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين نذهب إلى موقع الصحوة نت ونقرأ منه العنوين البارزة غرفة عمليات حضر موت عودة تدريجية للاتصالات لبعض مناطق الساحل وإلى محافظة الضالع المقاومة الشعبية تحكم سيطرتها على المواقع الشمالية والشرقية لدمت وإلى الوضع الصحي توقف العمل بمركز غسيل الكلة في إب يهدد حياة سبعمائة مريضا وإلى التطورات بمدينة تعز والمجزرة الجديدة التي ارتكبتها الميليشيا بحق المدنيين يذهب إلى قراءة التفاصيل سشهد أحد عشر مدنيا وأصيب واحد وعشرون آخرون مساء أمس الأربعاء في قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية على أحياء سكرية في تعز ونقل الموقع عن أمين عام نقابة الأطباب تعز ومدير المستشفى الميداني الدكتور صادق الشجاع أن الميليشيا الإنقلابية ارتكبت أمس مجزرة جديدة بحق المدنيين في تعز وسقط العشرات بينهم أطفال ونساء أسفرت عن استشهاد أحد عشر مدنيا وجرح واحد وعشرون من جانبه ذكر شهود أن عددا من القذائف أطلقتها عناصر الميليشيا من مواقعهم في الحوبان تساقطت على أحياء الجحملية وعصيفرة والروضة موقع المصدر أونلاين وهو الآخر ركز على العديد من التطورات الميدانية وأبرزها وصول مساعدات خليجية وأممية إلى سقطرة وحضر موت بعد تراجع إعصار تشابل وإلى تعز الحوثيون يحشدون قواتهم لقطع الإمدادات العسكرية عن المقاومة بتعز وفي تطورات عدن التوتر يتصاعد في قصر المعاشيق وواسطات إماراتية بالتزامن مع تعزيزات عسكرية وإلى تطورات الأوضاع الأمنية في العاصمة صنعاتنا ولا الموقع سهداف دورية للميليشيا بعبوة ناسفة وجاء في التفاصيل انفجرت صباح أمس الأربعة عبوة ناسفة في نقطة تفتيش لجماعة الحوثيين المسلحة بالعاصمة صنعاء ونقل الموقع عن شهود عيان أن عبوة ناسف انفجرت في نقطة تفتيش للحوثيين في حي المشهد شرقية العاصمة ورجح الشهود وجود قتلى وجرح من الحوثيين تعقيدات الحل السياسي في اليمن كان هذا عنوان مقال للكاتب محمد جميح تحدث فيه عن تطورات العملية السياسية في اليمن وقال فيه الحوثيون من جانبهم مدرعون بأيدلوجيا دينية أقرب ما تكون إلى العقائد الدغمائية المعلبة يرون أنهم سينتصرون في نهاية المطاف يستدعون التاريخ في إسقاطات ساذجة على واقع اليوم الذي يلفونه بالسواد حدادا على ضحايا تاريخيين في معارك انتهت منذ قرون يقول الحوثي خذت ستة حروب في الماضي وانتصرت فيها نصرا إلهية وبعد أن كنت محاصرا لسنوات في بعض مديريات وعزل محافظة صعدة ها أنا اليوم أمتلك زمام القرار السياسي والعسكري في البلاد وأطقم العسكرية تجوب شوارع العاصمة التي حاربتني سنوات طويلة ينسى الحوثي بالطبع أن الحروب السابقة كانت مجرد مسرحية وتصفية حسابات داخلية يراد من ورائها أن يظل الحوثي شوكة توجع أطرافا داخلية وإقليمية ويجهل الحوثي أن الله ليس بالضرورة في صفه ولا في أي صف سفكت فيه ومنه دماء بغير وجه حق وفوق ذلك يرى معسكر الحليفين صالح والحوثي أنه لا تزال هناك فرصة للمناورات والخداع إزاء تنفيذ القرار الدولي ويظن الحوثيون أنهم كما التفوا على التوافقات الكثيرة السابقة فإنهم يمكن أن يلتفوا على القرار الدولي 2216 بشكل يجعله مفرغا من محتواه حيث يستحيل عليهم الالتزام بقرار يجردهم في حقيقة الأمر من كل مجزاتهم التي حققوها بقوة السلاح مع العلم أن التجارب العالمية التي تقوم على نزع سلاح الميليشيات المسلحة لم تكن مشجعة بالطبع لا حاجة للقول بأن ما يراه صالح والحوثيون إزاء القدرة على المراوغة وما يرونه إزاء تصوراتهم لما حققوه ما هو إلا ضرب من الوهم الكبير وقعوا فيه في لحظات التباس وطني وإقليمي ودولي وأن دولة مثل اليمن لم تحكم بالقوة العسكرية طول تاريخها إلا في فترات انتجت المزيد من الصراعات التي أوصلت الكثيرين إلى حقيقة الحقائق وهي أن البلاد لن تحكم إلا عن طريق صناديق الانتخابات وتعايش لجميع ورضاهم بما تأتي به هذه الصناديق بعيدا عن الأفكار الدينية الحوثية القائمة على أحقيتهم بالحكم وبعيدا عن أفكار صالح المبنية على أساس مشروعيته الجمهورية والوطنية مشاهدين جولتنا في المواقع الإلكترونية نختمها من موقع التغيير نتوجأ فيه المقاومة الشعبية بتاعز تفرض حصار تفرض سيطرتها على مناطق جديدة ومليشيا الحوثي وصالح يفرون إلى الجبال والأودية وفي الشان الاقتصادية البنك المركزي يعاني من فوضى مالية وبن همامي وجهه بوقف صرف مرتبات أكثر من خمسين مؤسسة وفي المساعي السياسية نائب الرئيس يبحث مع ولي ولي عهد السعودية مستجدات الأوضاع في اليمن ركز منقع التغيير أيضا على خبر توقعات هطول أمطار غزيرة على اليمن بشكل غير مسبوق وجاء في تفاصيل الخبر قدرت المنظمة العالمية للإرصاد الجوية أن يشهد اليمن أمطارا توازي ما يهطل على مدار ستة أو عشرة سنوات بفعل الإعصار السوائي تشابالا الذي خلف قتل وجرحا ودمارا كبيرا في البنى التحتية لعادة من مدن في البلاد ونقل الموقع عن المتحدث باسم المنظمة كيلير نوليس بالقول إن أكبر مخاوفنا هي احتمال هطول أمطار غزيرة في البلاد وهناك تقارير متعددة بأن اليمن قد يشهد أمطارا توازي ما يهطل في ست سنوات أو في عشر سنوات من الصعب فعلا تقدير حجمها مشاهدين قبل مطالعة أهم جاء في الصحافة العربية الصادرة صباح اليوم نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود ابقوا معنا مجدد الترحب بكم مشاهدين الكرام ونستحبكم الآن في جولة بين أهم قلة الصحافة العربية الصادرة صباح اليوم والبداية من صحيفة البيانة الإماراتية والتي ركزت على موضوع التحاق المرأة اليمنية في صفوف المقاومة ضد الميليشيا وعلقت جرائم الحوثيين في تاعز تدفع النساء إلى المشاركة بالقتال جامعيات ينخرطن في صفوف المقاومة اليمنية وتسرد البيان قصة لواحدة منهم كثيرات من طالبات الجامعات اللواتي تشبهن أمل الوافي بمعظم المعايير فهي تستيقض في السابعة من كل صباح وتستقل الحافلة وتجتهد في الدراسة لنيل شهادة في الإدارة من جامعة تعز في اليمن على أمل أن تشغل منصب مديرة ذات يوم وتضيف الصحيفة إلا أنه منذ تسبب تجدد القتال بإقفال الجامعة التي تدرس بها في إبريل الماضي قررت أمل الوافي دراسة منهج مغاير على نحو حاسم تتعلم من خلال كيف تطلق النار على المقاتلين الحوثيين لحماية موطنها وتنقل الصحيفة ما قالته أمل لمجلة نيوزويك الشرق الأوسط أن أنا فتاة متعلمة أحمل شهادة دبلوم في السكرتاريا والأدب الأنجليزي لكنني مستعدة للقتال في الخطوط الأمامية لحماية تعز من الغزاء والقول للعالم أجمع أننا لن ندع الحوثيين يحتلون العاصمة الثقافية لليمن وتقول البيان تشكل الوافي جزءا من ثيار أوسع من المقاتلات في الحرب المشتعلة بين المتمردين والقوات التابعة للحكومة اليمنية وتخضع كافة مداخل تعز لسيطرة الحوثيين في حين تسيطر المقاومة الشعبية على بعض المناطق داخل المدينة وأوردت الصحيفة ما قالته أحد التقارير إلى وجود كتيبة صغيرة مؤلفة من 26 امرأة في صفوف قوات المقاومة التي تضم 36 ألف عنصر في مدينة تعز الواقعة على بعد 240 كم جنوب العاصمة صنعاء وبدأت النساء المشاركة في القتال في سبتمبر الماضي عقب افتتاح مقر تدريب لهن في مدرسة زيد الموشك الرسمية الصحيفة العربية الجديد تواصل اهتمامها بالشان السياسي وعنونت اليمن ثمانية عوامل تعزز حضوظ المسار السياسي الهاش وتقول الصحيفة عززت تطورات سياسية وميدانية مختلفة في اليمن فرص تغليب المسار السياسي على العسكري ووضع نهاية للحرب الدائرة في البلاد الأمر الذي أظهرته تصريحات المسؤولين اليمنيين والدوليين المعنيين فيها لا تزال التعقيدات الميدانية وغياب الثقة بين الأطراف المختلفة أبرز العوائق التي تجعل الوضع مفتوحا على الاحتمالات كافة وتربط الصحيفة بين موافقة الميليشيا على التفاوض وبين خسارتها على الأرض وتقول ولم تكن موافقة الحوثيين وحزب صالح على القرار الدولي بمعزل عن خسائرهم المادية خلال أكثر من نصف عام من الحرب إذ انتهت قوات التحالف والقوات الموالية للشرعية من تحرير المحافظات الجنوبية وانتقلت إلى محافظة مأرب المحاذية لصنعاء من الشرق وتنتقل الصحيفة للحديث عن العوامل التي قد تستمر معها الحرب ومنها غياب الثقة بين الأطراف المختلفة والقلق من جدية الحوثيين في الالتزام بالقرار الدولي ومن أن يستغلوا المفاوضات لإعادة ترتيب صففهم كما تنتقل الصحيفة عن قادة في المقاومة رؤيتهم ومخاوفهم من أن الحوار مع الإنقلابيين بعد الحرب التي شنوها وتسببوا بها على البلاد ما هو إلا تأجيل المواجهات إلى مرحلة لاحقة ما لم تظهر مؤشرات حقيقية مدعومة بخطوات ميدانية تؤكد خضوعهم للقرار 2216 وعد بلفور بريطانية سبب مآسينا تحت هذا العنوان كتب فائز رشيد مقاله في القدس العربي عن أم القضايا العربية وقال الكاتب قبل بلفور كان نابليون بونابارت أول من اقترح إقامة دولة حكم ذاتي لليهود في فلسطين تحت الولاية الفرنسية لها كان يريد استخدام اليهود لخدمة المصالح الفرنسية في المنطقة وفي عام 1862 نشر الزعيم الصهيوني موشي هيس كتابه روما والقدس وفيه تحدث عن رعاية فرنسية لدولة اليهود في فلسطين هذا دليل على صحة ما ذهبنا إليه في عام 1830 اتفق اللورد بالمرستون وزير الخارجية البريطانية مع اللورد شافستري على تكثيف الهجرة اليهودية إلى فلسطين لخدمة المصالح البريطانية في المنطقة في عام 1838 تم افتتاح أول قنصلية بريطانية في القدس لخدمة المصالح البريطانية ولتكثيف هجرة اليهود ساعد القنصل ديكسون منذ بداية عام 1839 اليهود في شراء الأراضي في فلسطين وإقامة المستعمرات وقد كان عددهم أنذاك عشرة آلاف في العام 1865 أنشأ الصهاين البريطانيون صندوق استكشاف فلسطين كان يقدم مساعدات مادية لكل من يريد الهجرة إلى فلسطين من اليهود بعد ذلك توالت موجات الهجرة كان أضخمها فترتين الهجرة الأولى من العام 1882 حتى 1904 الثانية من العام 1914 حتى العام 1915 بريطانيا كما كل دول الاستعمارية هدفت إلى استعمال اليهود ودولتهم الموعودة لخدمة مصالحها في المنطقة العربية والتخلص من موجات الهجرة اليهودية إليها من دول أوروبا الشرقية في بريطانيا تشكلت اللجنة الملكية للحد من هجرة الغرباء يقصدون هجرة اليهود واستدعي هرتزل للإدلاء بشهادته أمام اللجنة قدمت العكومة مشروع قرار لمجلس العموم في العام 1904 لوقف الهجرة واضطرت إلى سحبه تحت ضغوط المعارضة ثم عادت وقدمته مرة أخرى في العام 1905 ونجح كما هدفت بريطانيا إلى تأمين خطوط مواصلاتها إلى الهند بالتحول مشاهدين إلى صحيفة الاتحاد التي تجولت في جبهات القتال في تعز وعلقت المعنويات في السماء وتقول الاتحاد نقلا عن الخبير العسكري الخليجي فايز الدويري أن القوات الشرعية والمقاومة الشعبية يسيطران حاليا على 90% من مناطق محافظة تعز مقابل سيطرة المتمردين على 10% فقط لكن في مواقع استراتيجية تفرض الحصار على المدينة ولذلك هناك حاجة لفك الحصار من الخارج وهذا ما حدث عندما بدأت قوات التحالف قوات التحالف تعزيز وضع المقاومة من خلال فك هذا الطوق من جبهات عدة وترى الاتحاد عن المعركة يستميت المتمردون للتقدم صوب الوازعية واختلاق محافظة لحج وإحداث ثغرة باتجاه عدن لكن ستنكسر كل محاولاتهم البائسة بفعل صمود المقاومة اليمنية وتقول الصحيفة عن جرائم الميليشيا في محافظة أب 177 جريمة ارتكبها المتمردون خلال أكتوبر تزايد مرعب لانتهاكات الحوثيين في أب وتقول الصحيفة تزايدات وبشكل مرعب انتهاكات المتمردين الحوثيين المرابطين بإيران ضد خصومهم ومناهضيهم في محافظة أب وسط اليمن واتهم ناشطون قيادة المحافظة المعنية من قبل الميليشيا بمساندة ودعم المتمردين الذين سيطروا منتصف أكتوبر من العام 2014 على المحافظة المكونة من 20 مديرية وتنقل الصحيفة عن شبكة المرصد الإعلامي في المحافظة عن وصول الانتهاكات إلى 177 جريمة ارتكبها الحوثيون خلال أكتوبر الماضي بمعدل 6 جرائم يوميا وأشرت إلى أن عدد الجرائم المرتكبة يفوق ذلك حيث تمنع المواطنون عن الإبلاغ عما يتعرضون له من انتهاكات خوفا من معاودة الميليشيا اعتداءاتها صحيفة القدس العربي اهتمت بمحاولة الميليشيا استثمار الجانب الميداني لتحقيق أي مكسب وعلقت الحوثيون وصالح يستميتون لتحقيق مكاسب عسكرية لتعزيز مواقفهم التفاوضية في مباحثات ترعاها الأمم المتحدة وتقول الصحيفة نقلا عن مصدر عسكري ميليشيا الحوثي وصالح تستميت لتحقيق أي مكسب عسكري على الأرض في محاولة منها لرفع السقف التفاوضي في المباحثات المقبلة التي تسعى الأمم المتحدة إلى رعايتها قريبا لوقف شلال الدم الجاري في اليمن بين ميليشيا الحوثي وصالح من جهة والقوات الموالية للرئيس عبدربو منصور هادي من جهة أخرى وقال ذات المصدر إن الميليشيا تسعى باستماتة إلى تحقيق أي مكاسب عسكرية في أكثر من جبهة عسكرية وبالذات في محافظات التعز ومأرب وغيرهما لتعزيز موقفها التفاوضي في المباحثات المقبلة وتضيف القدس الميليشيا الحوثي وصالح شعرت بالقلق البالغ جراء تحرك السريع من قبل قوات التحالف وقوات المقاومة والجيش الوطني على الأرض والعزم على تحرير مدينة التعز من الحوثيين في أقرب فرصة ممكنة وتصرفت بطرق جنونية عندما شاهدت العربات المدرعة والدبابات الحديثة والأسلحة الثقيلة تجوب مناطق محافظة التعز وتتمركز في أهم المواقع العسكرية فيها وبالتالي قامت بعمليات قصف عشوائية على العديد من مناطق وأحياء مدينة التعز بشكل هستيري وعشوائي لا فرق في الشرق بين قبائل الفكر والعرق تحت هذا العدوان كتب محمد أبو كربشة ما قاله في الاتحاد وقال الكاتب أفتح بابا يستحق كتابا ويتطلب البابا تتأمل وتتدبر وتعي ولا أظن أنني قادر على الإحاطة به وحدي لأنه معقد ومتشعب وشائك أيضا وأعني به الفكر القبلي وقبيلة الفكر لدى العرب أو الفكر النسبي والنسب الفكري لدى العرب الشغوفين حتى الثمالة بالأنساب العرقية التي تحولت مع الوقت ومنذ الفتنة الكبرى وحتى الغد إلى الأنساب الفكرية والدينية وإلى السلافية وغيرها حتى وصلنا بالتدريج إلى القبلية الدينية وهي أخطر الأنواع وأشدها ضراوة على الإطلاق ولن أضيف إلى الناس جديدا إذا تحدثت عن تداعيات الفتنة الكبرى منذ النصف الأخير من خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فالناس يعرفون أكثر مني في هذا الشأن ولكن معني بأن هذه الفتنة الكبرى والتي نسمي أشباهها في زماننا هذا ثورة كانت بداية القبيلة الفكرية والدينية في أمتنا وبداية الصراعات القبلية تحت لافتة دينية فقد أسقط الإسلام والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم القبيلة العرقية التي كانت في الجاهلية تشعل حروبا لا تنطفئ وما تكاد تنتهي حتى تبدأ فمن حرب البسوس إلى حرب داحس والغبراء إلى الحروب المستعرة بين الأوس والخزرج وكانت تلك الحروب الضارية تلهم الشعراء وكانت مصدر الفخر حتى سميت أيام العرب وكان الشعراء في تلك الأيام هم إعلام القبائل فكل شاعر هو جهاز إعلام قبيلته ومصدر إلهاب حماستها وتعبئتها للحرب مشاهدنا نشاهد سويا مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة